يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم كيف نفهم هذا المعنى لسيدنا صلى الله عليه وسلم دي من الآيات اللي قالوا إن ربنا بيعاتف فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دي من آيات الحب آيات الحب التي يظهر فيها مزيد الحب من الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم والمدخل إيه عاوز تقف عندي بيسموها إيه مفاتيح الآية تقف عندي مفاصل الآية يا أيها النبي خلاص تقف عنها لما تحرم ما أحل الله لك رص أحل الله لك يا محمد تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم قال الثالثة المفتاح فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إحنا عاوزين لما نيجي نتكلم في الآيات إيه وعا تتكلم في الآيات من غير ما تعرف سبب النزول سبب النزول من أدوات الكبيرة التي تفسر معنى الآية ما خدش كده معنى آية يعني ممكن نولد دلوقتي بعض الآيات ظاهرها غير تفسيرها خالص يعني لو فسرتها على ظاهرها دون معرفة سبب النزول تقول دا الكلام دا خطأ بس لما تعرف أسباب النزول نزلت لي يبقى سبب النزول معين على فهم الآية وهو من أكبر المعونات أو الأشياء التي تعين على فهم الآية فنعرف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحصل بينه بين زوجاته أشياء من باب الغيرة الستات بتوعص النبي بيغيروا عليه قوي ليه أصله ماله إزاي صلى الله عليه وسلم فبيغيروا عليه حل فلما بيغيروا عليه فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنتوا طالما كده أنا مش هقرب بينكم فنزل الآيات لما قال مش هرب منكم يعني أنا أمتنع عن حق لي هو مش كل واحد ممكن يمتنع عن حق لي يعني أنت ليك عند واحد عشرة جنيه ممكن تقول له مش عاوزه حقك خلاص ممكن تبتنع فأنت لما تيجي هنا فسأل ربنا سبحانه وتعالى بقول له يا أيها النبي شو بقى وكلمه إيه مالوش يا محمد قال لي بقى بقى فنقولت المدخل يا أيها النبي مالوش يا محمد قال له يا أيها النبي خلاص لما تحرم ما أحل الله لك أنت ليه حرمت على نفسك حاجة هي حلال أنا حللتها لك ليك ليك ما قالش لما تحرم ما أحل الله لا لما تحرم ما أحل الله لك خصية ليك أنت بتاعتك لا يعني دي حاجة حلال ليك بتحرمها ليه فكأن ربنا زي ما أنا قلت قبل كده الأب وابنه وابنه بيعمل حاجة يعني بيشد على نفسه أوي أنا مش هعمل الحاجة دي من قطر الإبن يعني مسؤولياته أوي 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 كده أو الإبن بيذاكر بس طلقه العمليات الإبن بيذاكر أوي وأنا شايفه بيذاكره تعبان أو بنتي خلاص وقالت أنا بقى هسيب طاقة من الأكل وأنا شايفة تعمجو كبير وصممت أني أتسيب طاقة وقالت أنا هعزم على كده ويسيب الطاقة دي أنا أجي من حبي لها وشفقة عليها مني أنا عليها وفرت حبي لها ليه بتحرمي أو تمتنعي عن حاجة خلاص هي مباحة هي حلال ليكي خلاص هي حلال ليكي بتليه يبقى أنا هنا مش بقعة بها أنا هنا بقول لها ارفقي بنفسكي برراحة على نفسك شوية لشانا بحبك قوي فبرراحة على نفسك شوية يا ابنتي ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل والأعلى أرضه كده لسيد النبي صلى الله عليه وسلم يا يا محمد يا أيها النبي وخلي بأن احنا بلكده نفقر قوي حتى في هذه الآيات هتلاقي ان جاي يا أيها النبي الله عشان يقوله انت النبي عشان ما حدش تكلم ان ده سيدنا النبي نبي دلوقتي وقبل كده وبعد كده وكل وقت فقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ليه تبعد عن زوجاتك ما أنا حللتهم ليك خلاص تبتغي مرضات أزواجك عشان بعض الزوجات أو كده خلاص والله غفور الرحيم ختمها بأن خلي بالك ما حدش يتكلم في جنب سيدنا النبي ليه ختم والله غفور الرحيم عن أي شيء هذا النبي ونروح رابتين دي إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر طبعا سيدنا النبي قاله ما عش منه ذنب صلى الله سلم ما عصى الله قط خلاص فهنا ليس في مقام المعصية والطاعة وليس أيضا في مقام إن إحنا نقول اللوم وإنما هو في مقام كلام المحب لمحبوبه فيما يتعلق بحاجة المحبوب دي حاجة بتاعتك أنت وهتفرج عنك وحاجة حلال ليك أنت ليه بتقول أنه بتحرمها لي على نفسك شوف المحب بيحب المحبوب إزاي هل رأيت مثل هذا يبقى لما نتكلم في هذه الآية نقول لا أنت ليه يا محمد يعني يا سيدنا النبي يعني ربي سعى تعالى يعني ليه يا رسول الله ليه يا سيدنا النبي ليه بتحمل نفسك فوق طاقتها ليه بتشيل أنت أوي كده موحلا ليه أنت تقول لا أنا يمتني عنه والتحريم هنا ليس بالمعنى الشرعي اللي هو حلال وحرام إنما بمعنى الامتناع لما تمتنع شوف بقى ولازم نفهم مسألة دي يبقى تحرم هنا ليس الحرام بمعنى ضد الحلال لا يعني لما تمتنع خلاص يبقى لازم نفهم هذا الكلام وفهمناه يبقى مش دخلة في الحرام ولا في الطعوة ولا في المعصية طيب وننتقل عشان نخرجها من باب اللو من باب أي حاجة ما حالش أخطأ أو ما أخطأش حاشا نقول إن ده مخاطبة المحب لمحبوبه والمحب عندما يكلم محبوبه يخرج عن مقام الخطأ وعن مقام اللوم وعن مقام العتاب لأن الذي يسوقه في الكلام هو الحب والحب يتنافى مع اللوم والعتاب ومع كل شيء من ذلك يبقى من إنساش بقى المفاتيح يا أيها النبي لما تحرم هنا الحرام ليس بمعنى الحرام الشرعي لما تمتنع عن حقك يعني لما تحرم ما أحل الله لك يا محمد لك أنا أقول عشانك أنت بتسيل فوق طاقتك ليه يبقى كأنه ربنا بقوله خفف عن نفسك ما تشيلش فوق طاقتك أو كده خفف عشانك أنت شاهل هم كتير وهم الأمة كله يبقى ليه تحرم حاجة كده يبقى شوف لغته المحب لمحبوبه خلاص والله غفور ورحيم في هذا السياق نقول ده إيه ده ما ندرشه بقى إيه ده سيدنا النبي أخطأ ودحقه وهكذا